السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم بيزا بدون دقيق ابيض سهلة و ناجحة 100% بالنسبة للناس اللي لم تنجح معهم العجينة فاجبت لكم عجين قطني بمكونات بسيطة و بالاكترة المراحل انتمنى تتبعوا الفيديوينة لعجبكم و الى عجبكم خلوا لي اتجاعتكم و اندزوا مباشرة لطريقة التحضير سنبدأ اولا بتحضير العجين فعندي هنا جز ليف ديل السميد الناعم او للفينو سنضيف له معلقة صغيرة ديل سكر سنيدة معلقة صغيرة ديل الملح جوج معلقة كبار ديل حليب بودرة يلا ما توفرش ما تديروش واحد القباسة ديل البزار معلقة كبيرة ديل خميرة الخبز الفورية ثلاثة دلمعالق كبار ديل زيت الزيتون واحد المعلقة كبيرة ديل الزاتر والماء بالنسبة لكمية دلماء فغد تختلفة لحسب النوعية ديل الفينو ديالكم المهم ضيفوا الكمية الكافية ديل الماء يكون دافي فقط وعجنو الخالي ديالكم حتى تعصلوا على هاد القوام بالنسبة للعجينة سواء عجنوها بيديوكم سواء في العجانة المهم تعجنوها مزيان وتحصلوا على نتيجة بحال اللي كتشوفوا في الصورة كتكون عجينة خفيفة ومطلوق غدا نرشع لها واحدة رشيشة ديل زيت الزيتون من سطح ديلها نغطي العجينة ديالي ونخليها تخمر فاخليوها تخمر المدة الكافية ديلها لك الجوبارد رغا تاخدوا معاكم تقريبا نساعد المقانة شوفوا معايا سافي العجينة رها خمرات غادي نضيقها زيها وندزل شكلها مباشرة هاد الكمية اللي شاركت معاكم اراك اسعطي بيت زي من الحجم الكبير تبارك الله سافي هنا غادي نبدأ كنسجح في العجينة ديالي شوفوا معايا غادي تستعنوا بطبيعة الحال بدقيق الفينو لحقاش العجينة خفيفة وكتلسق ضروري خدموا بفينو كتسرحوا بها الطريقة او لا تقدروس خدموها بحال هاكك اختيار اللي جاكم سهل خدمو به غناخد هنا الصينية ديال الفران ندير فيه العجينة ونبدأ نسرجح كندغطو على العجينة من الوسط وكنخرجوه للجناب الجناب ما كندغطوش عليهم كنخليوهم بحال هاكك باش كي جينادك الشكل ديال بيزا زوين مهم غادي نكمل بحالها كحزان تنسرجح الحجينة كلها غادي نتقبها بالفورشيت اولا بحال هاكك غادي ندوز دابا ندلها لاصوس طومات بالنسبة لهذا لاصوس راني حضرتها معكم في فيديو سابق ديروا اي صوس عندكم معتمدة اولا ارجعوا الفيديو السابق ديالي رفيها دلاصوس كدجي معتبارة عندي هنا بصيلة قطعتها شرائح طولية وشحرتها مع شوية ديال الزيت شوية ديال ملحة والبزار عندي واحد الكمية ديال الكفتة درتلي هاغي شوية ديال ملحة فقط وغادي نبدأ بحالك نقطعها بشكل عشوائي ولو حافق سطح ديال البيتزا اولا ديرو الطوم اولا لادانت فذك الشيك يبقى حسب الاختيار وحسب الضوق هنا غادي نرش واحدة رشيشة ديال الفخومج نضيف زيتون بقطع دواور زيتون خضر وزيتون كحل بالنسبة الكمية ديال الفخومج اللي بقتلي ما غاديش ندير هادا بحثة طبليا البيتزا وعاد نديرها باش ما تقصح شلياف الفران اصف هنا غادي نرش واحدة رشيشة ديال الزيتر ونزيد واحد الخوية ديال زيتون وندخل البيتزا ديال الطيب هنا من بعد ما طابتلي شوفوا رباقي ما تحمرتش لي من الفوق غادي نضيف ليها الباقية ديال الفخومج اللي بقى عندي عاد نردها الفران ديال الفرماج يدوب وفي نفس الوقت غادي تتحمر لي من الجناب اصافيك يكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا اللي شاركت معكم اليوم يجي الصراحة رائع جدا كتجيب بيتزا ناجحة سهلة اقتصادية بلقوة المراحل يعني بسيطة في التحضير ديالها والاهم انها كتجيب نينة بزاف فانتمنى الا تبعتوا الفيديو ديال اليوم ونالاعجابكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونقول لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة